خلونا نروح للجنة المسابقات احنا عارفين لجنة المسابقات بعد انتهاء كل جولة بيبقى لها سلسلة من القرارات خلونا نروح نستعرض السلسلة دي سريعا وهي في اغلبها بتبقى عقوبات طيب قررت لجنة المسابقات بيشراف طبعا عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في ربطة الاندية بالتنسيق مع الربطة عدد من القرارات بعد انتهاء مباراة الجولة الخمستاشر بالدولة المصري الممتاز ايه هي القرارات دي رقم واحد الماتش اللي جمع ما بين الداخلية والمقاولون القرار هو ايقاف شيبوك كليتش لعب الداخلية مبارتين علشان ليه علشان هو اضطرد فيه التقرير بتاع الحكم هو مشكلة مش بس في اضطرد مشكلة انه هو في تقرير الحكم كان بسبب لعبة خطرة فاستوجب انه هو يضطرد مبارتين ده اول قرار تاني قرار ايقاف محمود طلعت لعب داخلية مباراة واحدة علشان اضطرد بعد حصوله على انظرين في الماتش في فيوتشر والمصري البور سعيدي بيتم توقيع غرامة مالية على النادي المصري عشرين الف جنيه ومنع مية تمانية وسبعين مشجه مشجع من جماهير النادي المصري من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعية طبعا هعرفين المشجعين لوقتي بيخشوا بالتاج بتاعهم فبيبقى سهل جدا ان احنا نعرف مين اللي بيتجاوز ومين اللي مش بيتجاوز طيب احنا لسا مكملين مع القرارات الخاصة باتحد الكورة اخر حاجة بيرمدز ويسموح ايقاف اسامة جلال لاعب بيرمدز مباراة واحدة ليه علشان اضطرد لسابق الانظار ديا كانت القرارات اللي طلعتها لجنة المسابقات لمباراة الجولة 15 بالدوري المصري